دشنت مؤسسة روافد الاجتماعية الخيرية بمدرية القطن مشروع رفقاء المصطفى الثاني بتمويل من مركز الخيرية الإسلامي بمملكة السويد الذي يقوم على رعايته كفالة مئة يتيم ويتيمة من أبناء محافظة حضرموت بالوادي والصحراء وخلال التدشين أشاد مدير مكتب الثقافة بمدرية القطن نايف الحداد بما تقدم مؤسسة روافد من أنشطة وبرامج تسهم في تقديم خدمات للمواطنين وتحقق الترابط بين المجتمعات من جانبه أعرب المدير التنفيذي لمؤسسة روافد الاجتماعية الخيرية عبدالله نصير عن شكره للسلطة المحالية وعن التسهيلات المقدمة من أجل إنجاح جميع أنشطة المشاريع بالمؤسسة